بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة النهاردة تحت رعاية شركة ايكوتي جلوبال ماركتز هيكون معاكم امانيو رشيد محللة فنية في مجموعة ايكوتي ان شاء الله المحاضرة النهاردة نتكلم فيها عن استراتيجية التداول تدمج الاستراتيجية بتدمج مؤشر متوسط المتحرك مع مؤشر الاستوكاستيك وبنقدر من خلال الاستراتيجية داخل احنا هنستفيد من هي عملية الدمجة ما بين المتوسط المتحرك واستفيد من الاشارات في البيع والشراء في التداول طبعا نحن دائما بنحاول نعمله مع بعض ان احنا قبل ما نطبق عمليه لانعرف ببساطة لأ Richmond parceux اننا التكلم فيها يعني النهاردة هنشرح في المتوسط المتحرك والستوكاستك ببساطة جداً قبل ما ندمكهم مع بعض بشكل عملي على الشرط تمام كده تمام طيب عايزين نعرف اول حاجة ايه هو المتوسط المتحرك ببساطة المتوسط المتحرك او الموفينج افرد ده واحد من اكتر المؤشرات شيوعاً واستخداماً بين المتدولين بيستخدموه عشان سربين متوسط المتحرك ده هو مؤشر اتجاه بيستخدموه عشان سربين السبب الاول تحديث ظروف السوق يعني دلوقتي السعر في حركة صادة ام هبطة ده بيساعدنا المتوسط المتحرك بيساعدنا ان احنا نحدد هل الحركة الحالية حركة صادة ام حركة هبطة فلو لقينا مثلاً المتوسط المتحرك بيتحرك اسفل حركة السعر زي السور اللي عندي دي لو لقينا المتوسط المتحرك اسفل حركة السعر يعني السعر اعلى المتوسط المتحرك يبقى ده كده عندي الاتجاه العام صادة يبقى ما فكاش بشكل عام غير في صفقات شبه طيب انما لو لقينا المتوسط المتحرك بيتحرك اسفل بيتحرك اعلى السعر يعني المتوسط المتحرك فوق والسعر تحت يبقى الاتجاه اللي عندي اتجاه هبط وده هنشوفه مع بعض قدامنا يعني ما نفكرش غير في صفقات بيع بس تاني سبب بيتم يستخدام في متوسط المتحرك ان احنا بنقدر ندخل ونخرج من الصفقات يعني بيستخدم كاشارة للبيع والشرق يعني مثلا ممكن ناس تدخل شبه كلما السعر بيرتد منه متوسط المتحرك زي ما احنا عندنا ممكن مثلا واحد يدخل شبه من هنا يدخل شبه من هنا يدخل شبه من هنا كلما السعر بيرتد يدخل شبه ويبيع لو العكس لو كلما السعر المتوسط المتحرك عندي فوق وهنا في الشموع كلما السعر بيرتد وكلما ايه بيدخل يبيع كمان فيه استخدام ليه انه ممكن يستخدم علشان يعرف السعر انعكس ولا لا يعني هنا لو عندي هنا دلوقتي اتجاه المتوسط المتحرك تحت والسعر بيتحرك فوق وبعد كده جي كسر السعر المتوسط المتحرك لأسف يبقى ده اشارة قوية للبيع ويبقى فيه ناس ممكن تدخل بيع من المتوسط المتحرك بمجرد الكسر او بمجرد ان السعر يختار المتوسط المتحرك لفوق يبقى هما دول السبابين الاساسيين اللي بيخلي الناس تستخدم المتوسط المتحرك وهو طبعا ليه استخدامات كسر جدا يعني فيه استراتيجيات علي اكتر مؤشر ليه استراتيجيات هو مؤشر متوسط المتحرك اللي بيدمك متوسطين اللي بيدمك تلاتة اللي بيستخدم متوسط واحد بيطلع منه إشارات بيع وإشارة المجرد الارتتاد اللي بيستنى الكسر ويدخل يبيع ويشتري هلاقي إن فيه استراتيجيات كثير جدا بتعتمد على المتوسط المتحرك وهو ده اللي بيخليه شائع ومنتشر ما بين المتدولين طيب المتوسط المتحرك بيتم حسابه عن طريق معادلات حسابية إحنا مش مطلوب مننا إن إحنا نعرف إيه هي المعادلات دي بشكل دقيق جدا إحنا بكل بساطة إحنا بس عايزين نعرف إيه مضمون بشكل عام بس هو المعادلات دي بتتم عن طريق إن إحنا بناخد بعض البيانات زي سعر الافتتاح أو سعر الإخلاق ماشي وبيتم إسمة الرقم اللي طالع ده على العدد الشموع برضو زي ما قلنا مش محتاجين نركز في النقطة دي بس إحنا من شكل عام إيه هو المتوسط المتحرك إنه هو بياخد سعر الإخلاقات لفترة معينة وبيجمعهم مع بعض ويقسمهم على عددهم تمام؟ كله سامعيني كده ولا في مشكلة؟ ممكن لو الصوت وصل لكم سامعيني وما فيش أسئلة وفي حاجة ممكن ندوسها كم واحد ممكن لو سامعيني كواس ندوسها كم واحد تمام؟ نكمل لو في مشكلة في الصوت أو في حاجة حصلت في أي وقت ممكن ندوس بس ساقم اتنين على طول تمام؟ عشان نكون مع بعض نكمل طيب في عندنا دلوقتي نوعين من المتوسطات المتحركة في عندك المتوسط المتحرك القسي والبسيط الفرق بينهم بيكون في طريقة حسابهم ولكن زي ما احنا شايفين هنا على الرسمة اللي قدامنا فيه متوسط المتحرك القسي وده بيكون لونه أحمر يعني شايفين هنا عشان بس نفناده ونفرقهم أنا جايبة رسمة بس ما بيتجمع ما بين متوسط المتحرك البسيط والقسي عشان ايه؟ نبقى فهمينهم مع بعض المتوسط المتحرك القسي هنا بيكون لونه أحمر وده بيكون قرب لحركة السعر يعني زي ما اتنا شايفين هنا كان ماشي الأول وبعد كده هنا بقى ماشي بشكل عرضي مع السعر فيه ما فيش فرق ما بينه ما بين السعر هنا بقى ماشي قرب لحركة السعر يعني دايماً المتوسط المتحرك القسي بيكون قرب لحركة السعر عشان كده فيه ناس بتفضلو في النقوة بيلحق الاتجاه العين في وقت بدلي على عكس المتوسط المتحرك البسيط مش يلي بيكون بعيد نسبيا عن حركة السعر ولكن فيه ناس برضو بتفضل المتوسط المتحرك البسيط على انه بتعتبره اكتر مصدقية يعني مش بيصطدم كتير مع حركة السعر اللي موجودة وبالتالي اشاراته بتكون اكتر مصدقية يعني ما بيديش اشارات كثيرة الاشارات الكثيرة كلما الاشارات بتكتر كلما تبقى ممكن احتمالية ان الصفقة تخسر اكتر فهو ده الفرما بين متوسط المتحرك البسيط والقسي فيه ناس بتفضل ده وفيه ناس بتفضل ده ده مش معنى ان المتوسط المتحرك البسيط افضل من القسي بس فيه ممكن كواهد كمتداول بيحب يستخدم القسي نفسيته وتريد تداوله والاستراتيجات بتاعته بتتطبق اكتر على متوسط المتحرك القسي وفيه واحد بيفضل متوسط المتحرك البسيط تمام طيب برضو نكمل احنا كده خلصنا متوسط المتحرك بشكل بسيط ايه هو مدرسة المتحرك يعني كتعريف استخداماته هو ليه اكتر شيوعا واستخداما وطريقة حسابه وانوايا نيجي دلوقتي عن مؤشر الاستوكاستك وده بيدخل مؤشر الاستوكاستك ده بيدخل تحت كاتجوري او تحت تصنيف مؤشرات التزبزب والسخم في التحليل الفني بنستخدمه علشان نعرف مناطق التشبع البيعي والشرائي التشبع البيعي ببساطة يعني السعر بيوصل لزروة الهبوط يعني خلاص كده عمليات البيع وصلت لزروتها وبيبتد يياكس اتجاهه مستوى 80 السعر بيوصل فيه سمعيني صوت كده ولا فيه مشكلة ممكن اللي سمعي الصوت كويس يدوسوا كم واحد ممكن اللي سمعي الصوت كويس يدوسوا كم واحد سمعيني كده كويس تمام نكمل احنا كنا وصلنا ان احنا بنقول ان المؤشر لو النسبة طلعت اعلى من مستوى 80 وعمل كمه زي ما احنا شايفين ده كمه وابتدى السعر ينزل تاني يبقى انا كده عندي تشابه شرائي يبقى انا ما فكرش غير في صفقات بيع او حتى لو اتجاه صار طبعا ماينفعش اتجاه صار ده كو البيع بس كل اللي انا قدر اعمله لو ظهر عندي تشابه شرائي ان انا اخرج من الصفق زي ما احنا شايفين هنا حصل تشابه شرائي هنا ابتدى السعر فعلا ينزل لحد ما وصل للمستوى ده كمان فضل ينزل لحد ما وصل هنا يبقى ده ببساطة مؤشر الاستوكاستيك واستخدماته وقلنا انه هو بيتكون من مستويين مستوى عشرين وده تحت لو كون السعر قاعة تحته لو كون النسبة او الخط كونت قاعة تحته يبقى كده تمام عندي تشابه بيعي لو عمل فوق وصل لمستوى تمانين وانعكس عمل قمة يبقى ده عندي تشابه شرائي طيب احنا كده ببساطة يعني احنا ما تعمقناش وما تخنيش قوي في المتوسط المتحرك والاستوكاستيك وتكوينهم والمعادلات بتاعتهم وكل ده بس احنا ببساطة اتكلمنا عن المتوسط المتحرك والاستوكاستيك علشان لما نيجي نطبق الاستراتيجية ما ينفعش ان انا قولك انت حطه على الشرط ضيف المتوسط المتحرك ضيف الاستوكاستيك ايه هي استخداماته ايه هو التكوين بتاعه وشكله بيبقى عامل ازاي عشان اللي ما يعافش الكلام ده تمام كده في حد عنده استفسار في التكوين او في الشكل او في الحاجات دي قبل ما نبتد نطبق اعملي تمام نكمل بقى نروح للشورت طيب في عندي اه اه يجي هنا مشي اه هنفتح هنا برسم بياني انا عندي ده برسم المنقود اه ما ضفت اي حاجة عشان نحاول نضيفه مع بعض اه في عندي هنضيف المؤشر ازاي احنا متعاوزين بنضيف المؤشر لو انا عندي هنا بنجيب من النافيكاتور بعد كده بنجيب الانديكاتور بنختار احنا عايزين نروح للمتوسط المتحرك فبنختار مؤشرات التريند او مؤشرات الاتجاه بندوس عليها هلاقي هنا فيه moving average طيب الاعتداد اللي عندي اللي هنستخدمها مريق 100 ده اللي هو متوسط متحرك 100 اللي اسمائي اللي هو اصي ولا بسيط هنستخدم المتوسط المتحرك القصي اللي هو مكتوب هنا عندي exponential والاغلاقات على الاغلاق زي ما هو وكل حاجة يعني احنا كلنا هنغيره لو عندك simple خليه exponential و الفترة او period هنخليها 100 تمام وندوس او هو ظهر عندي كده طيب اما بقى المؤشرات هنيجي عن مؤشرات الدغم هنا ونروح على الاستوكاستك موجود ده الاعدادات هتبقى مختلفة شوية هتبقى 14 3 3 علشان الاعدادات دي ما بتخليش يبقى فيه مناطق تشبه باية والشواء كتير السعر يكونها لا بيبقى بسيط يعني مش كتير مش يف يبقى الاشارة اللي هتيديها الاعدادات دي بتبقى اكتر مصدقية او ممكن دي من ناحية التداول من ناحية الاستراتيجية بتاعدي فضل انها نخليها ببعض غشة تلاية تلاية واندوس اوكي كده انا 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 متوسط متحرك 100 بندمجه مع متوسط متحرك قصي 100 بندمجه مع استوكاستك تمام حسنا احد عنده استفسار بشأن الموضوع قبل ما نكمل ممكن لو تمام ندوس رقم واحد تمام نكب عندي هنا مثلا انا هستخدم المتوسط المتحرك والاستوكاستك على اليور دولار على دولار وعلى السكوليني دولار ماشي هنستخدمه ممكن نستخدمه على يعني ازواج كذير ممكن انت بعد ما نخلص المحاضر النهار ده تبتز تطبق اعملي وتشوف طبعا على الديمو الاول وتشوف هل هتنفع الدمج المتوسط المتحرك مع الاستوكاستك على الأزواج الكطوعية بس انا لما طبقتها ما يعني طبقها الاول على الأزواج اللي هي رئيسية اليورو والاسترليني 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 ولكن طبعا ممكن تطبقها في الديمو بس لازم تختبر المتوسط المتحرك لما تدمج مع الاستوكاستك الاول تشوف هل هو هينفع على أزواج تانية ممكن يبقى في أزواج تانية طيب احنا هنستخدمها وهنطبق عملي على اليورو دولار والاسترليني دولار على فريم الساعة تمام طيب نبتدي كده في عندي اليورو دولار موجود قدامي اول اشارة لو خدنا بالنا هنا السعر كان بيتحرك اه هنا لو خدنا بالنا في السعر بيرتد من متوسط متحرك بس في نفس الوقت لو خدنا بالنا ما فيش تشبع اهو بصوا المنطقة ما فيش تشبع ولا بيع ولا شرع عشان كده انا مش هدخل تمام كذلك برضو زي اه ارتد بس ما فيش تشبع ولا بيع ولا شرع يبقى لازم شروط الدخول ان لازم السعر بيرتد من المتوسط المتحرك مع ظهور تشبع بيع وشرع يعني مثلا لو السعر متوسط المتحرك اعلى حركة السعر يبقى انا مدخلش ابيع غير لما يظهر على الاستوكاستيك تشبع بيعي فقط طيب لو عندي هنا مثلا المتوسط المتحرك اسفل الحركة السعر يبقى انا هستنى الارتداد ومشي بس مش هدخل شبع غير لما يظهر على الاستوكاستيك مناطق تشبع بيعي فقط تمام الهدف ممكن مثلا نعمل الصفقة يعني استراتيجية تدول دي بسيطة ممكن تخرص بسرعة فنحن نعمل وقف الخسارة ده في حالة طبعا لو السعر صعد مش فبنحطه تحت المتوسط المتحرك بيعيشين نقطة ده وقف الخسارة الهدف ممكن مثلا نعمله بعيني يبقى احنا عندنا تداول من اتنين لواحد بقى دي كده ادارة مخاطرة تمام عشان مرضو ماينفع عشان انا ازود وقف الخسارة قوي ولتوجد عندي قليل تمام ممكن الناس تحب تعمل الهدف لأعرب كمة او قاعدة في حالة الهبوض بس يفضل لو ان احنا هنعمله لأعرب كمة أو قاعدة يبقى احرك وقف الخسارة مثلا كل النقطة احرك وقف الخسارة لنقطة الدخول يبقى دي بعض وحنا نبقى في السيف سايد علشان خاطر السعر ما ينعكس عليه تمام طيب عندنا هنا مثلا ليه انا ما دخلش سعر بتادي بس انا دي اشارة خاطئة ليه لان لو بصينا ما فيش تشابة بي تمام طيب في هنا اول اشارة لليور دولار ده كانت يوم اتنين وعشرين واحد يعني من سبع ايام كانت اشارة ان احنا باقي في نفس الوقت التد من متوسط متحرك ميت ساعة لأعلى يبقى ده ممكن هندخل نشتري هنحط الستوب تحت السعر 20 نقطة يعني حوالي هنا هنا ده كمان 28 نقطة يمكن عليها شوية والتارجت عندي 40 نقطة او 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 كمه او زي ما قلنا مثلا ممكن نحط ها هنا لكن كل ما قلنا طول المحاضرات اللي فاتت ما ينفع انا اجي اقول احط عن قرب كمه وحط ضبط يعني احط السعر هنا اللي اللي كانت احط الهدف بتاعها 40 نقطة فهو وصل فعلا وابتدى يرتدي طب الناس اللي كانت حط الهدف عند المكاومة تمام فضل السعر يات الزبزب لحد ما وصل هنا عند القمة سواء او سواء ده فالصفقة نكحة تمام طيب في عندي هنا تانية اشارة هي برضو السعر عمل تشبه ماشي اول شمعة اهي كمان مش من هنا حممكن كمان ندخل من هنا دي بالضبط اللي حصل ماشي عمل تشبه بايا هنا يبقى هنا وتشبه بايا والتد من المتوسط المتحرك الاعلى يبقى ده صفقة جيدة جدا للشراء بنحط الهدف وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك 20 نقطة هنا لقينا مثلا ان عرب 25 نقطة خلاص يبقى خلاص 30 نقطة مش عشان انا بقول كده خلاص انا مينفعش اقول لك استراتيجية التداول اه يعني انا مش مش مفضل ده اه تارج 20 نقطة وقف الخسارة 50 نقطة وخلاص احنا لازم نكون مرنين لازم نكون فاهمين هم انا ليه بقول 20 نقطة لو لقيت مثلا يعني انا مثلا انا كنت هدخل اشتري من هنا لقيت ان اخر كاو عندي هيبقى مثلا 50 نقطة هل ما انتوق ان انا اضع 50 نقطة وقف خسارة 50 نقطة والهدف عندي 30 نقطة لا طبعا يوقف الخسارة اكتر من الهدف لابقى من هلش لازم ان ادخل الصفقة دي لا انا ممكن اضع المتوسط المتحرك ب20 نقطة انا انا لقيت هنا في الصفقة دي لقيت ان المتوسط المتحرك عندي تحته في شمعة قبلها على طول ب25 نقطة يبقى مش حاسم احطه 20 نقطة ممكن احطه 30 نقطة بس حتى لو حطته 20 نقطة هو السعب مرتدش اصلا هو طلع على طول تمام طلع كم نقطة طلع 66 نقطة هل هاخد 66 نقطة خلينا منطقية اقرب كم كانت ممكن هنا سعر وصل لها او سعر وصل طلع منها كم نقطة وطلع منها 73 نقطة بس 73 نقطة ممكن كل 20 نقطة أو 30 نحرك وارف الخسارة لنقطة الدخول لماذا؟ لكي نكون في السعب ليس بعد السعب يطلع 40 نقطة يرجع ثاني ويوصل للخسارة ونخسر صفقتنا بـ نقطة احنا نخلينا دايما في السعب تمام كده ولا في حد عنده صفصار طيب في حد عنده صفصار قبل ما نكمل تمام لو في حد عنده حتى يعني باقي أو سؤال ممكن نسأله مع بعض هنا عشان كلنا نستفيد لو في حد مثلا لا خلينا نعمل كذا مش عارف ايه طب اوكي تمام يبقى احنا كده كلنا بنستفيد مع بعض طيب نكمل اعتقد ما فيش هنا زي ما احنا شايفين الفرق بين المتوسط المتحرك 50 و100 هو الفرق بين المتوسط المتحرك 50 و100 ان 50 ده 50 ساعة 50 شرع يعني بيتم حساب المتوسط عشان يطلع بالشكل ده على 50 شمعة قبل كده يعني 50 ساعة قبل كده وال100 100 ساعة او 100 شمعة قبلها لو على frame تاني فرق الفرق بين هم هم تفضل مش هاد اقول افس المتوسط المتحرك 100 احسن او متوسط المتحرك 50 احسن لا هو على حسب استراتيجية التداول على حسب انت بتفضله بس هنا لو بصينا هلان المتوسط المتحرك 100 بيعمل اشهارات حلوة مع الاستوكاستك فعشان كده انا قلت المراز 100 بس مش معنا كده لما بيستخدم المتوسط 50 لا بس استخدم بس لما دماجنا الاستوكاستك مع المتوسط 100 على الساعة لقينا ان المصداقية او اشهارات بتاعة المية بتتدب ها قليلة وفي نفس الوقت يعني بيوصل لها اكتر بتبقى متوافقة اكتر مع حركة الاستوكاستك في التشابة الباية والشغر هو ده الفرق لكن الفرق هي بتبقى كلها عمليات حسابية الخمسين بيكون طبعا عرب لحركة الساعة لانه على خمسين شمعة عدد مش كبير المية بيكون ابعد لحركة الساعة يعني مثلا قبل ما نكمل انا عايزة وريك بشكل عملي في موفينج افج هنا لو حطينا خمسين ماشي بس صغيرونا بس اللون عشان نعرف نفهم ما بينه بصلا انها من الخمسين ده ده الخمسين قريب قوي من حركة الساعة لكن ده المية بعيد سنة ليه علشان المية الفترة الزمانية اللي تم احساب بيها اكبر من الفترة الزمانية طبعا مؤشر الخمسين بس هي كالستواتيجي الدمج الاستوكاستك مع المتوسط المتحرك مية تبقى قفضر بس ممكن الخمسين استخدمه مسح عن نص ساعة ممكن استخدمه على اي حاجة طبعا في ناس بتفضلوا انا نفسي بفضل الخمسين في بعض الحالات بس احنا النهار ده في محضرتنا نستخدم المية تمام نمسى عشان نكمل العفو على اي استاذ احنا تمام نكمل في عندي هنا انا مش شايفة اشارات بيع والشرك لان السعر من هنا من هنا لحد هنا هو مرتدش من المتوسط المتحرك احنا لشروط الدخول ان هو لازم بيرتد منه المتوسط المتحرك مع وجود اشارات بيع مناطق تشبع وبيع والشرك طيب هل هنا عشان نكمل هل هنا ينفع ان انا يجي اقولها بيا مع انه تحت المتوسط المتحرك لأ ليه هنا موافوضة بيا يعني الموافوض يبقى فيه تشبع شرائي لأ هو هنا سعر عمل تشبع بيع يبقى كده فيه عكس يبقى لازم علشان ادخل اشتري لازم يبقى السعر اعلى متوسط المتحرك واشتري السعر اعلى متوسط المتحرك وفيه تشبع بيع بيع السعر اصفل متوسط المتحرك وفيه تشابه شرائي طيب فيه عندنا هنا هل ينفعل لأننا أدخل أبيع لا ليه لأن السعب عمل كسر جامد يعني شايفين الحتة دي احنا مش عارفين يعني هو السعب لما كان هنا احنا مش عارفين هل السعب هيكمل لفوق هيكمل لتحت ولا ايه هو عمل كسر جامد فاحنا يفضل الابتداد وليس الكسر وان احنا نرجع تلك تمام نكمل طيب فيه حاجة هنا لو بصينا هل يجب انه هو متوسط متحرك الاعلى حركة السعب الاسفل لا يعني شو حركة السعب يعني احنا نفوقها بساركات شراء لو جينا هنا هل يجب ان السعب عمل تشابه زي ما احنا شايفين تحت تشابه باياه وفي نفس الوقت ارتد من المتوسط المتحرك يعني كانت نقطة كويسة للدخول في الشراء بالضبط الشامعان دي طيب انا دخلت اشتريت من هنا بس السعب انعكس علي انا كنت احطى مثلا واقف الخسارة كنت احطاها تحت السعب يعني او ممكن مثلا عشان في عندي هنا دعم فقدت ممكن اعمل حطه بثلاثين نقطة السفكة او وصلت لعفكة هي دابة واقف الخسارة عشان كده انا ملوناها بلون مختلف بس هل معنى كده ان الاستراتيجية مش نفع او ان هي او لما ايجي انا او لما يفعش اقول اصلا انا هكمل في الاستراتيجية وهكمل في الدمج المتوسط المتحرك وفي نفس الوقت نسبة الخسارة عندي سبعين في المية لا خارس بس احنا من كل احنا بس اعملنا اربع صفكات شراء واحدة منهم طلعت غلط اه ادخلنا معلش اربع صفكات بيع وشراء على الاستراتيجية واحدة منهم ضربت واقف الخسارة هل معنى كده يعني نسبة اربعة الواحد يعني هل معنى كده ان الاستراتيجية مش فعالة لا فعالة طبعا ولازم مية في المية فيه صفكات هتضرب عندي واقف الخسارة ده طبيعي بس ماينفعش ان انا اجي اقول لا هي على طول لازم يبقى رابح مية في المية او لو ايجي اطبقه الاقي نسبة الخسارة تسعين في المية اقول لا ده انا مكملة لا ماينفعش بس احنا هنا زي ما احنا شايفين انا حبيت اواريكم ان فيه وارد ان يحصل عندي ضرب بوقف الخسارة عادي جدا ده مايقصرش على نفسيتي تمام طيب فيه عندي هنا زي ما احنا شايفين تشبه بيعي وفي نفس الوقت ابتداد لا بالعكس لو خدنا بالنا من الشمع لو عملنا زوم هنلاقي ان الشمعة زيتها منطقة اللي هو نموذج الابتلاع الشرائي وده نموذج شموع يابانية انعكسية السعر طلع او السعر طلع لو بصينا اهو هنحط وقف الخسارة فين تحت السعر بيعيشين نقطة او ممكن بشكل عملي لو بصينا تحت بيعيشين نقطة تحت اشتركوا في القناة جاء اشتركوا في القناة 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 السعر ارتد من متوسط المتحرك لعلى اشتركوا في القناة 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 هنا كانت المتوسط المتحرك مشي في قلب السعر يعني في الحتة زي لو بصينا هل زي منطقة طبعية ان انا ادخل بها او شيرها لا طبعا لان المتوسط المتحرك بنستخدمه في الاتجاهات فقط ماينفعش ان انا استخدمه في حركة عرضية او ما بيفضلش ان انا استخدمه في حركة عرضية لان احنا شايفين شوية السعر فور و شوية السعر تحت طبعا انا في الدخلة بعت من هنا يبقى انا كده اقصرت لان السعر مكملتش طب ايه في الدخلة اشترت من هنا برضو السعر مكملش السعر بيتحرك في وسط المتوسط بيتحرك في وسط الحركة السعر لا يبقى الحتة زي منطقة اكس كده تمام طيب في عندي هنا بس عشان نكمل نمسحة دي في عندي هنا هل ذي منطقة طبيعية أننا ندخل أبيع فيها أو ليه بقى في عندي هنا لو بصينا هللاقي أن السعر عمل تشبع بي وفي نفس الوقت ترتد من المقاومة اللي هو المتوسط المتحرك اللي عندي طيب السعر مثلا نحطه فين لو بصينا هللاقي مثلا دي أقرب سعر لي أقرب مثلا نحطه هنا يبقى كمان عشان عشرين لقطة مثلا حطه هنا مثلا على شوية كمان طيب السعر أول ما دخلنا لو بطبت أن الشمعة السودة دي هي شمعة للدخول طيب أول ما دخلنا السعر طلع 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 كمان كان قرب يوصل لوقف الخسارة بس هل ده كان سبب أن أنا أتوتر أو أن أنا أنزعج أو ما أدخلش الصفقة أو أخرج بخسارة أو كلام ده لأ خالص لأن حتى السعر ما دعبش ووقف الخسارة هو نزل تاني فلازم لازم إحنا دلوقتي مبسوطين وإحنا بنشرح مع بعض لأن بشكل عملي أنت مش متأثر نفسيتك لكن لو بجينا طبعنا الموضوع ده على التشارت بجدر على الحساب لا ينفعش أن أتوتر كل المسار ينعكس عليها حتى لو دور بيتوقف الخسارة فوارد أنها تدرب ما فيهاش مشكلة مش دي أول صفقة تدرب عايزي أي استراتيجية بيبقى فيها نسبة خسارة بس أهم حاجة أن الربح بيكون يعني نسبة بيها جدا على قل ضعف الخسارة بس كده تمام بجيب بقى كده زي الفل على قل ضعف الخسارة لو لقيت أن هي فيه مشكلة أن صفقات الخاسرة أكتر لا يبقى كده لازم أقف يعني فيه دواب عندي أقف ورجع إيه شروط الدخول تاني ما ينفعش أخلي استراتي مدام أنا دخلت أو لما دست دخول في الصفقة ما ينفعش نفسيتي تأثر عليها من الأفضل حتى أنت تقوم خالص من قدام الرسم البياني دي حاجة ليه علاقة بالنفسية وبرضو تكلمنا فيها كثير جدا قبل كده طيب في عندي مثلا هنا فيه طبعا إنه ما فيهش ما فيهش ارتداد فما فيهش صفقات آخر حاجة عندي هنا كان فيه ارتداد السقر عمل تشتبع بالظبط دي هتبقى النقط الشرعة الدخول لأن السقر عمل ساعتها تشتبع خلاص خلص هنخلي الهدف الواف الخسارة أعلى السقر 20 نقطة والهدف عند أرب كمه عند أرب كار مثلا هنا يعني 38 نقطة 40 نقطة يبقى الاثنين لواحد يبقى كده دي تمام يبقى دي صفقة أدخل فيها كويس جدا طيب دي ببساطة كانت على اليور دولار طبنيك نشوف كده في السرية برضو على الدولار يين لو بصنا على الدولار يين هل لا إنه هو لا ده حصل حاجات كمان يعني في الفترة اللي فاتت دي لو بصنا هنا مبارح هنلاقي نحن لو كنا طبقنا الاستراتيجية بتاع الدمج المتوسط المتحرك والاستوكاستيك مبارح كنا هنلاقي فيه شراط بيع كويسة نحن ندخل عندي ابتداد من المتوسط المتحرك فيه عندي حصل تشبه بيعي تشبه شرائي بعد دي صفقة تدعم الهبوط وقف الخسارة او الستوكاستيك نحطها على السبب عشر نقطة يعني حوالي هنا وقف الهدف او التورجيت نحطه مثلا مبارح نقطة يبقى لقد وصلها وصلها على طول عايزين مثلا حد يقولك هحطه عند عرب عرب بس كل نقطة وثلاثين نقطة حرك الستوك خلاص تمام يبقى هو لسه في الصفقة الحد دلوقتي بس طبعا كل نقطة وثلاثين نقطة يحرك النقطة عيني ما فيش جدا ما فيش مشكلة تمام زي ما هو يحب طيب في عندي برضو هنا صفقة دي بس دي جميلة جدا يعني دي من الصفقات المثالية ليه لان عندي هنا نموذج دوجي نموذج دوجي ده شمعة انعكاسية وهنا ان شاء الله هنبقى نتكلم عن الشموع بشكل دكير جدا في محاضرة جاية ان شاء الله نبقى نزبطها عندي شمعة انعكاسية ارتدت من متوسط متحرك لأسفل وحصل تشبع شرائي يبقى دي صفقة ادخلها وانا مخمض عيني الهدف الوقف الخسارة اعلى سعير بعشرين نقطة يعني حوالي اعلى متوسط بعشرين نقطة حوالي هنا الهدف بعين نقطة او عند عرب سواء ده السعير وصل هنا عند اول حركة لو كنا دخلنا في الشمعة ذي فاحنا كنا وصلنا للتروجت من هنا واثنين لواحد وفي ثواني ما كملت اخر اليوم وكانت خلصنا تمام طيب هنا ماينفعش ندخل ليه علشان خاطر مافيش تشبه هنا ماينفعش ندخل خاطر مافيش السعر عمل تشبه بس كان يعني تشبه بس بقى مشكلة هنا ماينفعش اقول عمل تشبه شرائي فادخل لبيها على طول ومجال انا للاقي الشمعة عليه علشان خاطر ماينفعش هنا لان المتوسط المتحرك اسفل السعر متوسط المتحرك اسفل السعر وفيه تشبه شاي بقى دي صفقة غلط مافيش اصلا شرط الدخول ماكتملتش حد تلغبط في شرط الدخول اولا تاني ولا تمام انتم معايا في الموضوع يعني مافيش لغبط تمام طيب نكمل فيه مثلا عندي هنا ليه ماقلتش هنا سدي صفقة ندخل فيها من هنا لو بصينا لان الارتداد ماحصلش اصلا ماكانش فيه ابتداد ده هو السعر وصل قبل مش عفر بعشر نقط ونزل تاني لأ مش كده لازم يبقى فيه ابتداد حقيقي طيب طبعا هنا مش هندخل لان فيه متوسط يعني ببساطة مش معنى ان انا جيت انه كل يوم نازم الاقي صفقة لا مش كل يوم نازم الاقي صفقة انا ممكن اعطز على صفقة مثلا يومين انت لقيت على الزوغ مثلا اندخلت على الدولار وين انه ممكن ما تخلش عليه مدة اسبوع ادخل على الدولار ادخل على السليني لو فيه ناس عمل التالي على الزوغ ابتد منها خلاص كده تمام طيب فيه حاجة هنحط الهدف فين تحت السعب 20 نقطة انا حططه هنا ماشي طيب عند مية واثنوش خمسة وستين طيب وقف الهدف فين قلنا هدف 40 نقطة طيب هو ما وصل ل 30 نقطة وابتدأ ينعكس بس فيه حاجة هو قط ممكن مثلا اول ما يكون الشمعة زي كان فيه ناس ممكن تخرج لي لان منطقة تشبع شرائي تاني على الاستوكاسبك يعني هو بيقول خلي بيلك السعب ينعكس احنا دائما قلنا لو خدنا بالنا في استراتيجية في معاشر الاستوكاسبك لما كنا بنتكلم عنه ونشرحه قلنا ان هو مش لازم كل تشبع بيع وشرا ادخله بيع وشرا لأ انا ممكن الاقي مثلا تجاه صعد لكن السعب عملت الشبع بيع هل ادخل بيع في اتجاه صعد مستحيل بس لو دخل الشبية اخرج في الوقت ده يعني ده وقت يقول السوق هينعكس هيعمل تصحيح اخرج دلوقت انت ما تعرف ممكن يحصل وهو ده اللي حصل لو كنا خدنا بلنا كان فينا تشبه والساعة ابتدى يرتد لا خلاص يبقى اخرج حتى حتى لو انا ما خرجتش وقلت ان مثلا لا ده هو هيحصل ومش تشبه قوي بالكلام ده الصفقة هتضرب وقف الخسارة اه هتضرب بس قدام كم كم على زوج الدولاري ان احنا شوفنا ست صفقات ضرب منهم لحد دلوقت واحد يعني كل ست صفقات ضرب منهم صفقة ضرب تمام جدا يعني خلاص يبقى حتى لو افترضنا اننا محركتش وقف الخسارة او طلال من الصفقة خسران يبقى انا تمام ست صفقات ضرب من صفقة خسران طيب هنا ما دخلتش ليش علشان خاطر ما فيش تشبه ده كان في النص هم نكمل كل دي ما فيش ليه برضو هنا علشان خاطر ما فيش تشبه ابتداد او بس ما فيش تشبه هنا ما فيش تشبه هنا ما دخلتش ومع انه ابتداد لان ما فيش تشبه السعر هنا بعيد عن المتوسط المتحرك عشان كده ما فيش اشهارات بقى وشرف طيب هنا هو نبصوا بأسف قضية جميلة يعني برضو من الصفقات الجميلة جدا لان هنا فينا نموذج الدوجي في نفس الوقت السعر عمل تشبه يعني دي من الاخر نقطة شمعي للدخول ستنينا الشمعة دي تخلص وبعد كده دخلنا فيه مع اغلاق الشمعة دي كده خلاص صفقة يعني بنسبة 29% صفقة رايح للهدف هندخل بيها حصل تشبه شرائي السعر ارتد من متوسط المتحرك 100 لأسفل مكونا النموذج الدوجي نعكاسي طيب الهدف الوافر الخسار بنحطه على السعر 20 نقطة يعني حوالي هنا ماشي الهدف تحت السعر 40 نقطة وفعلا السعر وصل كمان لـ 45 نقطة بردو هنا كل ده ما فيش إشارات بيع وشبه تمام حتى هنا مثلا في ابتداد بس السعر فين عمل تشابه لأ ما عملش تشابه في حد عنده استفسار قبل ما نكمل يعني وفي حد عنده سؤال عن شحو أكتر كده نكمل في عندي مثلا الصفقة دي اه في ابتداد وفي تشابه هل دي صفقة تدعم الشرعة طبعا يبقى خلاص زي ما قلنا الهدف تحت المتوسط المتحرك بعشي نقطة ماشي والوقف الخسارة 40 نقطة طبعا هو وصل هنا وكمل هو وصل أصلا 52 نقطة بس خلينا منطقيين احنا لو كانت فعلا صفقة قدامي انا ما عرفش السعر هطلع 40 هطلع 50 هطلع 60 انا كل اللي عملته انا اخدت 40 نقطة من الاتجاه طيب في هنا ابتداد برضو لو بصينا ابتداد والسعر عمل نموذج شموع وبعد كده نزلت هنا وفي تشابه يبقى دي صفقة كويسة جدا بتدعم البيع طيب هنا ابتداد برضو هل ده يدعم البيع اه طبعا هنا بص النموذج يعني احنا عادنا فترة كبيرة جدا مفيش نماذج وفترة يعتبر كل يومين تلاتة لازم في صفقة يعني عادنا فترة كبيرة مفيش صفقات وجينا مثلا في اسبوع عملنا مثلا خمس صفقات بس من الدولار ين بس تمام طيب هنا صفقة اه هنا عندي تشبع شرائي وفي نفس الوقت السعر مرتد من المتغسط المتحرك لأسفل طيب هنا سعر كون نموذج ارتداد نموذج شمارية بنية ارتداد اللي هو نموذج الشتنج ستار او نموذج الشهاب ونزل عمل تشبع وارتد من المتغسط المتحرك لأسفل عملت شرائي دي صفقة كويسة جدا وده تدعم البيع ماشي بندخل نبيع من هنا من الشمعة دي وقف الخسارة فوق السعر 20 نقطة والهدف عن 40 نقطة او عن درجة مكومة هي برضو 50 نقطة سواء هنا وسواء هنا وسواء سواء هنا طيب دي صفقة بتدعم البيع لان في عندي ابتلاعي لموذج اللي هو الابتلاع البيع مرتد من المتوسط المتحرك وتشبع تمام عندي برضو هنا لو بصينا عمل التشبع الشرائي السعر ارتد من المتوسط المتحرك طلع بص طلع كام نقطة كمان طلع 80 نقطة بس برضو احنا مش هناخد يا اما هناخد 60 نقطة يا اما هناخد الاربعين نقطة اللي موجودين عندنا تمام بس طبعا لو هيخد لأعلى مكاومة يريد كل كل مثلا نعيش 30 نقطة نحرك نقطة وقف الخسارة يعني مثلا كل 30 نقطة حرك وقف لنقطة الدخول 30 نقطة تانيين نحرك من 30 نقطة وهكذا ليه لشان نايمة ما اخصر عدد النقاط اللي انا بكسبها دائما تمام في هنا برضو السعر ارتد تشبع وارتد وفي هنا برضو تشبع وارتد لو بصينا هلين هو كثير جدا حاجة اخيرة استرليني دولور مثلا لو بصينا هنا السعر ارتد اهو لمسه وبعد كده حصل هنا اهو وابتدى يطلع تشبع السعر المرتد من المتوسط المتحرك لاعلى يبقى صفقة جميلة جدا ندخل الشبع الوافر الخسارة عندي تحت السعر 20 نقطة والهدف عندي 40 نقطة لأ السعر كمان عمل 197 نقطة تمام طيب في عندي صفقة لايف مثلا مثلا هنا السعر دلوقتي يعمل ايه تشبع شرائي ماشي لو السعر لو الشمعة دي اغلاق تحت المتوسط المتحرك يبقى زي صفقة جميلة جدا نحن ندخل بها بالشكل لايف على الزوك تمام في هنا مثلا عمل تشبع طبعا هنا كل الفترة اللي فاتت دي ليه ما دخلتش لانه كان السعر بعيد عن المتوسط المتحرك السعر بعيد السعر بعيد لحد ما وصل لهنا هنا السعر ارتد من المتوسط المتحرك وعمل تشبع شرائي طيب الهدف 40 نقط زي ما قلنا هو وصل ل 45 نقط انا اخذ منهم 40 نقط بس وقف الخسارة اعلى من السعر 20 نقط يعني وقف الخسارة كان المفتوض يبقى هنا السعر ننزل اخذها في السريع اخذها ونزل على طول هنا صفقة كويسة للشبع طيب في عندي دي صفقة برضو للشبع ندخل نشتري لان في عندي هنا تشبع ماشي هنا حصل تشبع ندخل نشتري هنا حصل تشبع كل دي استفادنا من الحركات البسيطة اللي صعدة هنا حركة صعدة بسيطة هنا حركة صعدة بسيطة كل استفادنا اخذنا في ميز على مثلا هنا 8 1 هنا كان يوم 5 1 هنا كان 3 1 1 يعني في أسبوع ماشي خذنا ثلاث صفقات كل واحدة منهم 20 نقطة يعني أنا في الأسبوع خذت 20 نقطة السعب يعني مبتدش علي أصلا يأخذ 40 ينز نقطة ينز 40 نقطة ينز حسنا حسنا كان مثال عن الاستبليني دولار بحثة أخذنا الاستبليني دولار ين واليو دولار اشتركوا في القناة ونحن أشوف هل اعمل تست أشوف هل الزوج اللي أنا عايزة أتدول عليه على الحساب الحقيقي هينفع قدمك معي ويعمل نسب بحث قوية ولا لأ هنا مثلا خذنا بالنا المقارنة بالاستولين والدولار ويو واليو والدولار دولار ين عمل كان بيولد اشارات شراء وبيع كثير جدا وكان بتصل الهدف وكانت كمان بشموع يعني مثلا ممكن نقول لواحد يقول لي انا هستخدم بعد كده الاستراتيجية دي على الدولار ين لان انا شايف ان الدولار ين اكتر زوج بيتطابع عليه الاستراتيجية دي بشكل فعال وممكن واحد تاني محبش هتطابع على الدولار ين عايز مثلا نجرب اليوريين فهيجرب عليه بس ببساطة احنا مش واحد اتنين تلاتة بس هي استراتيجية بسيطة جدا بنحاول نفهمها نحاول نطلع اشارات البيع والشرياء اللي فيها بنعم طريق ان احنا ندمج متوسط المتحرك مع الاستوكاستك ونشوف لو المتوسط المتحرك اعلى حركة السعر وفي نفس الوقت يعني السعر في تجاه هابط والسعر تد من المتوسط المتحرك اللي موجود فيه وهي حصل تشابه شوية بقى دي اشارة قوية جدا للبيع لو حصل السعر في اتجاه سوعة ويرتد من المتوسط المتحرك الاعلى زي ما احنا شايفين هنا وحصل عندنا اشعارة تشابه وبيعي تحت في الاستوكاستك يبقى دي اشعارة قوية جدا ان احنا ندخل نشترك قلنا الوقع في الخصارة نحطه افضل حاجة نحطه تحت المتوسط المتحرك بعشرين نقطة لو لقينا مثلا ان فيه دعم لو كانوا مثلا صفقة شرع ولقينا ان فيه دعم مثلا ثلاثين نقطة خلاص يبقى خلينا في الدعم نحطه في الخصارة 35 نقطة بلاش عشر نقطة يعني بشكلة لازم نكون مرينين مع حركة السعر تمام؟ هل هناك سؤال او استفسار او شيء قبل محاضرة النهاردة؟ هل هناك سؤال او استفسار؟ هل هناك سؤال او حالة؟ هل هناك سؤال او حالة؟ هل سنصل على نهاية محاضرتنا النهاردة؟ اتكلمنا بها بشكل مختصر عن ايه هو المتوسط المتحرك والستوكاستيك وازاي ندمجهم مع بعض ونستفيد من الدمج ده في توليد اشارات البيع والشراء زي ما تعلمنا طول الساعة اللي فاتت زي في النهاية بشكرك على حسن استماعكم وان شاء الله اشوفكم في محاضرات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وباركاته اشتركوا في القناة